بداية انهلنا أبطال منتخب العراق بالفوز المهم في مباراة مهمة منتخب اليابان في مشوار كاس آسيا المقام في الدوحة ونقولهم كفيتوا وفيتوا أنتوا الكادر الفني والإداري لكن وجب علينا هنا ننأشر حالة من المسؤولية والتي تهيمن على الوسط الإعلام الرياضي للأسف وبعض البرامج الرياضية تتمثل بالتراشق الإعلامي بين الإعلاميين الرياضيين ولاعبي وأعضاء المنتخب عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخطير بالأمر هو انتقال هذه الحالة غير الصحية بالوسط الإعلامي والرياضي انتقلت حتى لجماهير المشجعين وبعثة المنتخب وللأسف كلامنا اليوم سيزعل البعض نعم غالبية البرامج الرياضية مسيسة وغير مهنية وهي المتسببة في إحداث مشاكل ومعاناة للكوادر التدريبية التي تقود منتخباتنا الوطنية العديد من مقدمي البرامج يدخلون بأمور هي مو من اختصاصهم وهذا انسحب على أكثر من برنامج تخيلوا بسبوع أول من البطولة ببرامج الرياضية العراقية وأمام الضيوف العرب عركة حكيم شاكر عركة رياض عبد العباس عدنان لفتة عارك محمد خلفة عارك دانيل لون طرد ومنتظر أيضا تخيلوا بسبوع واحد كل هذا صار وفشلونا وخزونا أمام العالم وبوجود مدرب عالمي مثل راباح ما تجروا أمام الملايين شلون هاي التصرفات معلقين لقنوات تركة والرياضة والدخلة وبالسياسة والطائفية والقومية وأيضا فشلون أمام الدول ميلم مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية اللي عبر عن أسف للمستوى الهابط اللي وصلت لبعض البرامج الرياضية وأن بعض المقدمين الرياضيين يتعمدون تحويل برامجهم إلى السرك وممارسة الابتزاز والتسقيط سيارات وسفرات وعزائم وهدايا وكومشينات حتى وصلت للشقق وقطع الأراضي كان أخذته عبرة من خالد جاسم وبرنامج المجلس سنين وما يوم سقط بلاعبين منتخب بلاده محترم ضيوفه وليش ما تتعلمون من عنده بس احنا نقول الله يرحمك أبو زيدون الأستاذ مؤيد البدري وبرنامج الرياضة بأسبوع اللي قدمه 30 سنة متواصل بدون توقف من سنة 63 ل93 كان البرنامج الرياضي العربي الأول بالشرق الأوسط وتالي نختمها بهكذا مستوى هابط من البرامج للأسف